سائلين المولى تبارك وتعالى أن يكون كلامنا كله طيبا اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا نسألك يا الله بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم أمين في إطار الحديث عن العيشة الهنية وعن الحياة الطيبة عن الحياة الكريمة اتكلمت مع حضراتكم في ثلاث نقط النهاردة هنتكلم في النقطة الرابعة أول نقطة عشان تقدر تتعامل مع الأحداث عشان تقدر تبقى مستريح البال مطمئن النفس عندك يقين في ربنا رقم واحد العقيدة أنت مؤمن بالله الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله أنا قلبي أبيض وعمرام بالإيمان وفي شمع أي ده لو سمحت طالما أنت تؤمن بأسماء الله وصفاته ودي عقيدة يبقى أنت تؤمن أن الله هو الحكيم خلاص يبقى الأحداث اللي بتجري من حولك فيها حكمة علمتها حضرتك أو جهلتها ربنا عالم أنت مؤمن بأن الله هو الصبور تعلم الصبر أنت مؤمن بأن الله هو الملك يبقى المتصرف في حكمه سبحانه وتعالى له الخلق والأمر ربنا قال كده صورة الأعراف ألا له الخلق والأمر طبعا بلى له الخلق والأمر سبحانه وتعالى هذه أول أمر تاني أمر الإيمان والعمل الصالح اجتهد دائما الله يكرمك ويرضى عنك ويصلح حالك ويروأ بالك اجتهد دائما الخطير المتوازين دول الإيمان والعمل الصالح الإيمان والعمل الصالح هم دول اللي هيخلونا نحيا حياة كريمة من عمل صالحا من ذكرنا وأنثى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة يبقى عمل صالحا وهو مؤمن عمل صالحا وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة مش بس كده ولا نجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ربنا يجعلنا منهم أدي تاني حاجة تالت حاجة تكلمنا عنها الأسبوع الماضي الأمل طبعا هو احنا عايشين اللبيه وقلت يا أملي وقلت يا أملي ربنا أملنا في الله كبير ده مش كلام الإمام مش بالتمني ولا بالتحلي الله أنا مؤمن لا ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل فيبقى خلي أملك في الله كبير وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمده هو أنا باعتمد اللي عليك يا رب قال هروح أخبط بباب فلان فلان عيال فلان مسافر فلان مش هنا فلان نسي أضيعنا لا 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 فلان إيه وعلان إيه أنا هروح لربنا لا تأخذه سنة ولا نوم آية يا جماعة في صورة الحجر والله يا حضرات أنس بردا وسلاما وإن من شيء ربنا يقول كده سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه هداية ولادك عند ربنا نجاحهم عند ربنا عريس بنتك عند ربنا شفى زوجك عند ربنا ستر بناتك عند ربنا رزقك ورزق ولادك عند ربنا كله كل حاجة عند ربنا هداية الراجل اللي مكفر سيئتنا عند ربنا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه طيب يبقى خلي أملك باع في الله وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها مالي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يده فلا تردنها يا رب خائبة فبح رجودك يروي كل من يريده الله والله بحر جود ربنا والله إن صدق العبد في اعتماده على مولاه في اعتماده على اللجوء لربنا والله ربنا حيددينه والله ربنا حيكرمنا والله ربنا حيسطرنا والله ربنا حيرعانا والله ربنا حيسعدنا والله ربنا حيرزقنا أملنا في الله كده يبقى الامل تالت حاجة رابع حاجة النهاردة امر مهم جدا الواقعية خليك واقعي في النظر الى الحياة هو انت متخيل الحياة دي ايه حضرتك معلش يعني انت متخيل الشارع اللي انت ماشي فيه ده ايه شارع الفردوس الاعلى اللي بيطل على جناتي عدم اللي قريب من جنات النعيم اللي تحتيه دار السلام جنات جنات الجنة جنات عدم وجنات الخلد وجنات النعيم ودار السلام والفردوس الاعلى انت متخيل حضرتك فين فين حضرتك انت عايش فين في الدنيا خليك واقعي طب الدنيا دي ايه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك عزينا نعرف الدنيا ايه يعني تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم دي دار ابتلاء يا سيدنا يا اخت الكريمة دي دار ابتلاء يا حبيبي يا سيد الفاضل يا اخي الكريم حضرتك في دار ابتلاء في دار نكد في دار نصب في دار تعب خليك واقعي خليك واقعي هي الناس جرالها ايه لا انت لمش اخد بالك ده الطبيعة وان كثيرا من الناس لفاسقون شربنا اللي علمنا كده في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ده طبيعي حادي الناس الناس لا الناس هم ناس بشر بشر انا انا بشر في نقص انام وانسى و و واحيانا نتنكد واحيانا نبقى زعلان وحزين بشر بني ادم واحيانا نبقى فرحان واحيانا نبقى كامل قوتي واحنا بتعبان شوية بني ادم او حضرتك بتنظر للناس على انهم ملايكة مثلا لا طبعا يبقى حضرتك لا مش حضرتك يبقى انا لو انا بنظرك يبقى انا اللي بنظر غلط يبقى انا اللي شايف الدنيا غلط عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان نتعامل مع الحياة بواقعية يعني ايه الطبيعي كده الطبيعي انه ممكن صاحبك يعني يعني يخطئ في حقك ده طبيعي الطبيعي انه ممكن مرتك تتنرفز طبيعي عادي ايه ازا لا تتطلق بقى لا تتطلق لا يبقى انت اللي فهم الدنيا غلط يبقى حضرتك اللي فهم الدنيا غلط الطبيعي ان الدنيا دار ابتلاء دار محن دار نصب فيها مشقة الطبيعي ان المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم اه دا مسلم دا مش المسلم اللي هيروحوا لا 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 انا مش خلي بحد انا مش اتعامل مع الناس بقى خلاص لا بالعكس ازاي يعني فانت عارف لما لما تتعامل مع الطفل بواقعية هتستريع يعني الواتش اغبط على الحيط ترى دا الطبيعي اتعارف بقى لو انت نظرت لي انه مش طبيعي هتمسك الوات تلميم الشباك ماينفعش عشان كده النبي عليه السلام في الحياة الزوجية يعني شبابنا اللي عايز يتجوز هو انت حضرتك متخيل انك هتتجوز وهتقعد بقى كده الزواج بقى يعني مشاعر بقى وحزيز وما فيش مشاكل وهتبقى قاعد بقى ونس عمل هتخدمك وزوجتك قاعدة تحت رجليك 24 ساعة ات مين يعمل حج هو في حاجة كده ولا اللي متخيلة بقى ان ده فارس احلامها وفتى احلامها والصبح هيسقيها حب والظهر هيسقيها غرام وبالليل هيسقيها عشق وهيام ايه ده ايه ده فيش حاجة اسمها كده فيش حاجة كده ويكون المسلسلات والافلام والحاجات الاجنبية اثرت علينا فهمتنا الحياة غلط عشان كده النبي عليه الصلاة وازكالسلام يعني يقول لا يفرق مؤمن ومؤمنة بكاف مش بقاف يعني يعني حش يكره مراته ان كره منها خلقا رضي منها اخر يعني ايه دولك بصوتها عالي بس طيبة ايه دي الاكل بتطبخه كده يعني مش قد كده بنسبة 60% كويس وماله يا عم بس ايه محافظة عليك وعلى ولادك هي الحياة كده ويكون واحد متخيل ان هيجوز بنت النبي محمد عليهم الصلاة وازكالسلام